إلى رئيس المجلس العسكري وقائد اللواء 22 ميكا في تعز العميد صادق صرحان سعادة العميد هل تسمعني الآن؟ أنا أسمع أكتمام نعم كنت سألتك قبل انقطاع الاتصال عن السر في ظل تقدم المقاومة والجيش الشرعي في مختلف الجبهات في اليمن إلا أن هناك اليوم تجدد للمواجهات في جنوب غرب تعز تحديدا إلى ماذا يشير هذا التجدد في القتال خصوصا وأن المقاومة كانت قبل أشهر قد فكت الحصار جزئيا في هذه المنطقة شكرا لكم على المتابعة نعم بي المقاومة توجد الإشجاءات التي تتواجد فيها الإشجاءات ومن ثم نهراء الإشجاءة الجنوب الغربي هذا هو نوع من المحاولة لتشكية المقاومة في اتجاهات أخرى والهدف هو قطع الطريق أو الإمداد من عدم إلى تعز في هذه المواقع ولكن المقاومة الصدى لكل الهجمات الموجودة بالإتجاهة الصلو وحيزان وحيزة العب والكبرزة العدو هناك خسائر صادعة العدو المقاومة قادر على طريق الإشجاء المواصلات وإن شاء الله بيزين من المكان المحظر نعم سعادة العميد في إضافة إلى الشق العسكري الميليشيات وفي صنعاء تحديداً تواجه مشكلة من نوع آخر وهي مشكلة الرواتب للموظفين برأيك إلى أين ستقود هذه الأزمة دفت الصراع في اليمن وفعلاً بالمسؤل من انتصال البنك المركزي إلى عدل كانت ضربة قاسمة بالميليشيات حيث كانوا يتمتعون بالصرع المركبات من البنك المركزي وهذا عدارة عن الأصابات بتمارجات ولكن كان البنك المركزي خاضع لكل الأصابات الآن أصبحوا بدون البنك المركزي وأعتقد أن ضرورة اندناء كل الجيش الكوات المسلحة التي كانوا مغرر بها إلى الكوات المسلحة الوطنية وتجارك الموظفين الموجودين في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات فضروا يصل لهم موقف حيث يستطيع الدولة الشرعية فرح مركباتهم فرح مركباتهم بعيداً عن المجلس الأخوذي وصالح دعم شكراً لك العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكري وقاد اللواء 22 ميكا في تعز